أهلاً سوساً من مقار رئاسة الجمهورية نحييكم حيث اجتمع الوزراء اليوم في إطار اجتماع مجلس الوزراء حيث سنبدأه بقطاع الرقمنة أمر السيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون المحافظة السامية للرقمنة بتقديم تقرير مفصل ودقيق في اجتماع مجلس الوزراء القادم يوضح خارطة نسبة تقدم ربط البيانات بين القطاعات الوزرية بينهم مع إبراز مدى تقدم إنجاز مركز البيانات الوطني وكذا أجال تسليمه وبخصوص مخلفات الاترابات الجوية أمر السيد الرئيس الجمهورية بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية للمواطنين بكل الولايات المتضررة بأقصى سرعة كما أمر السيد الرئيس بشروع في تعويض المتضررين في أقرب الأجال وكذا تأهيل جسور وخطط السكك الحديدية فورا على أن لا تتجاوز مدة التأهيل الشهر الواحد كما أمر السيد الرئيس بعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة تفاديا لأضرار ممثلة وبخصوص عرض حول الدخول المدرسي قد سجل سيد الرئيس الجمهورية بارتياح الظروف العادية التي طبعت دخول المدرسي كما أمر باحترام التزامه المتعلق بإصدار قانون الأساسي لقطاع التربية هذا قبل نهاية السنة كما شدد سيد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود لتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص إدماج مجددة قدر الإمكان لتقريس التسرب المدرسي من جهة أخرى أمر سيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون بإعادة تنظيم الرياضة المدرسية وكذا مقرارات التربية البدنية بما يسمح خلق نخبة رياضية وخلق تنافس أو منافسة داخل المدارس كما أمر بإطلاق البطولة المدرسية للرياضات الجماعية هذا انطلاقا من شهر جنفعي 2025 وبخصوص عرض حول الدخول الجامعي أمر سيد الرئيس بالتفكير في استحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا وشروط العمل عقب انتهاء تكوين خريجها كما استمع سيد الرئيس لعروض في قطاع الري والتجارة الخارجية حيث شدد مرة أخرى على الحكومة بضرورة عدم اختلاق الندرة مهما كانت أسبابها وفي الأخير أمر سيد الرئيس بتحضير مرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية كهذا كل ما في جعبتنا اليوم سوسا إليك الخط